جماعة الحيثان يسيطروا على السوق ويعملوا شي مجنون الآن رح نتكلم عن هذا الشي لا تفوت هذا الفيديو وكمان رح نتكلم عن بعض بيانات الانتشين بنتكلم عن التشارت على المدى الطويل والقصير مش بس في البيتكوين ولكن كمان في الاثيريوم والأسواق التقليدية مرحبا بكم مرة أخرى يسمى أنصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا إن تجد على هذه القناة سووا سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب جماعة اليوم يوم الاثنين وزي ما وعدناكم رح نعمل السحب على المية الدولار وكمان يا جماعة لا تنسوا أنه لازم يكون المشترك حاط عنوان اليوزيتي في محفظة الباينانس والعنوان دائما يبدأ بزيرو اكس طيب خلونا الآن نشوف أحد أحد الفائزين هنا من أسفل عندنا الأخ عبدالله ألف نقولك للأخ عبدالله حصل على مية الدولار لسه في جواز كثيرة السحب رح يكون كل يوم اثنين إذا ما حفظت هذا الأسبوع إن شاء الله رح تفوز الأسبوع القادم طيب زي ما تشوفوا هنا تم تحويل المبلغ إلى العنوان اللي كتبه الأخ عبدالله ألف نقولك للأخ عبدالله مرة ثانية وبالتوفيق للجميع طيب جماعة خلونا الآن نبدأ هنا على الفريمات القصيرة ونقدر نشوف هنا إنه إحنا لسه ماشيين بحركة جانبية والبيتكوين شكله من جدا الآن طيب ولكن إذا شفتوا الفيديو تبعي أمس فإنتوا عارفين إنه الآن وقت التحضير لشيء كبير جدا ورح أعطيكم تحديث عن هذا الشيء الآن البيتكوين الآن زي ما قلت أمس إنه محصور بين جدارين قويا نشوف إذا رحت على الفريم اليومي نشوف إنه البيتكوين الآن محصور بين الخط الأحمر هذا خط القناة الهابطة هذه هنا ومحصور كمان بين خط الموفينغ أبرج 200 يوم اللي هو الخط الأزرق هنا في الأسفل وكمان في الأعلى محصور هنا تحت خط المقاومة الأصفر أو الخط البروتقالي هذا في الأعلى وهذا معناته إنه في وقت قريب جدا رح نحصل على حركة قوية لأنه لازم إما نكسر الخط الأزرق هذا للأسفل أو نكسر الخط الأحمر هذا والخط الأصفر هذا للأعلى فأعتقد إنه احتمال إنه هذا يقود إلى حركة كبيرة وقوية في البيتكوين والحركة هذه رح تكون حاسمة في البيتكوين فخليكم جاهزين يا جماعة لهذه الحركة وأعتقد إنه هذه الحركة رح تحصل تقريبا في الأسبوع القادم لأنه واحد من هذه الخطوط لازم نكسر هل رح يكون الخط الأزرق في الأسفل هنا أو هل رح يكون الخط الأحمر والخط الأصفر أو الخط البروتقالي في الأعلى هنا اكتبوا لرأيكم يا جماعة في التعليقات تحت شيء مثير جدا طيب وإذا بعدنا نقدر نشوف زي ما قلنا إنه البيتكوين لسه ماشي في حركة جانبية البيتكوين لسه ماشي باتجاه هابط وما حصلنا على الارتفاع القوي اللي موجود في اليتشارت في جميع الدورات السابقة كان في بعض الإحصائيات اللي قالت لنا إنه راح نحصل على الارتفاع قوي بعد هذا الخط الأزرق لأنه هذا اللي نحصل عليه دائما في كل دورة بول راند سابقة ولكن كان فيه شوية أشياء كنت نبه منها وأول شيء هو كان إنه الأسواق التقليدية لازم يكون أداها جيد وما تحصل على ذوبان ولكن للأسف حصلنا على انتكاسة هنا في الأسواق التقليدية والشيء الثاني اللي كنت حذر منه وكنت نبهكم منه هو حركات الحيتان لأنه في ذلك الوقت بدأنا نشوف حركات الحيتان وشوفنا إنه الحيتان يدخلوا البيتكوين إلى منصات التداول طيب وليش الحيتان راح ينقلوا أو يدخلوا البيتكوين إلى منصات التداول أكيد في معظم الأوقات علشان يبيعوا وهذا الشيء اللي كنت نبهكم منه وعلشان كذا أنا كنت حذر حتى ولو إحنا متعودين دائما في كل دورة بول راند على ارتفاع قوي بعد الخط الأزرق هذا وكنت أقول لكم إنه لازم تراقبوا هذا التشارت هذا المؤشر مؤشر الحيتان هنا اللي نشوفه الآن ومن ذاك الوقت وإحنا قاعدين نشوف شيء مجنون الحيتان يستمروا إنهما يبيعوا وينقلوا البيتكوين إلى منصات التداول وهذه المستويات تعتبر نادرة جدا تقدروا تشوفوا هنا إنه نسبة تقريبا ما يقارب 94 أو 95% من البيتكوين اللي يتم نقله إلى منصات التداول من قبل الحيتان فإيش يقول لنا هذا المؤشر بالضبط؟ هذا المؤشر يقول لنا إنه كمية البيتكوين اللي تتحول أو تنتقل أو تدخل منصات التداول كم نسبة الحيتان من هذه الكمية؟ يعني قارن نسبة البيتكوين اللي تدخل من الحيتان مقارنة بالبيتكوين اللي يدخل عن طريق الناس العاديين من محافظهم أو من أي شيء آخر وهذا الموفينج أفرج على مؤشر 72 ساعة طيب نقدر نشوف هنا على المؤشر إنه من تاريخ 24 بالمناسبة هذا يعني من عند تاريخ الخاطر الأزرق هذا الحيتان نقلوا كميات كبيرة من البيتكوين ودخلوها إلى منصات التداول يعني معظم البيتكوين أو خلونا نقول بالتحديد 94% من البيتكوين اللي يدخل إلى منصات التداول في هذه الفترة هنا كان من قبل الحيتان طيب وإذا رحنا على هذا التشارت نقدر نشوف هنا هذا مؤشر كمية البيتكوين بالكامل اللي دخلت إلى منصات التداول بشكل كامل نشوف هنا إنه عندنا بعض القمم هنا وكمان عندنا هذا القمة هنا عند 26 وهذا كمان يتوافق مع القمة هنا في هذا المؤشر ومعناته إنه الكمية هذه دخلت من الحيتان وعندنا بعدين هنا قمة أخرى في تاريخ 11 ديسمبر فمرة أخرى الحيتان يعني قاعدين يدخلوا كميات كبيرة من البيتكوين إلى منصات التداول ومن كمية البيتكوين بالكامل اللي تدخل إلى منصات التداول معظمها من الحيتان فالحيتان يسيطروا على السوق ولسه كمان أعتقد إنه يا جماعة هذا الشيء لازم يكون منتبهن له طيب فالحيتان هنا على المدى القصير أكيد هذا المؤشر وهذه الأشياء رح تأثر على سعر البيتكوين على مدى القصير ولكن على المدى الطويل أنا مؤمن إنه البيتكوين أساسياته قوية فأنا لسه بولش جدا على البيتكوين ولكن هذا يعتبر شيء لازم يكون منتبهن له على المدى القصير لأنه صحيح نعم الآن البيتكوين قاعد يطلع أو يرتفع شوية نقدر نشوف هنا أنه عندنا شوية قيعان مرتفعة وواحد من أكبر المخاطر الآن ارتحنا منه شوية لأنه نشوف الآن الأسواق التقليدية طالما أن الأسواق التقليدية تستمر بالطلوع أو تمشي بحركة جانبية يعني أقل شيء أنه ما يكون فيها هبوط قوي فالأسواق التقليدية حاليا ما رح أقول أنها تعتبر خطر طالما أنه إحنا بهذا الشكل قاعد نرتفع أو نمشي على الأقل بشكل جانبي وما في أي هبوط قوي طيب الآن الأسواق التقليدية شكلها جيد وما تعتبر خطر للبيتكوين ولكن الخطر اللي في البيتكوين الآن هو كمية الحيتان اللي تنقل والدخل البيتكوين إلى منصات التداول تقريبا علشان يبيعوا أكيد فبس حبيت أني أنبهكم وأذكركم بهذا الشيء طيب بالنسبة لإيثيريوم الآن في عندنا هذا الاتشارت اللي وريتكم إياه تقريبا قبل كم يوم على فريم الساعة في الإيثيريوم عندنا هذا المثلث هنا قاعد يتشكل والآن إحنا عند خاط الدعم هنا عند 3976 دولار طيب فجماعة مش عايزين هذا المثلث يكسر للأسفل أبدا مش عايزينه يكسر للأسفل لأنه هذا رح يكون شيء بيرش جدا إذا كسرنا من هذا المثلث الكبير للأسفل مش هذا فقط ولكن كمان لأنه إذا رحت على الفريم الأربع ساعات هنا في الإيثيريوم تقدروا تشوفوا أنه الآن إحنا تقريبا تحت الخاط البرتقالي هنا بشوية فإحنا مش عايزين أنه نضل تحت الخاط البرتقالي هذا عايزين أنه نطلع شوية فوق هذا الخط تقدروا تشوفوا إحنا الآن هنا قاعدنا نحاول نطلع فوق هذا الخط عندنا هذه الشمعتين هنا على فريم الأربع ساعات عايزين فقط طلوع صغير علشان نطلع فوق هذا الخط البرتقالي مش عايزين نضل تحت هذا الخط البرتقالي كثير لأنه في هذه الحالة فأنا أتوقع هبوط أكثر في الإيثيريوم هنا وخط الدعم القادم في الإيثيريوم هنا هو الخط البرتقالي هنا عند 3680 دولار طيب جماعة قبل من إنهاء هذا الفيديو إذا تتكلم اللغة البرتغالية أو اللغة الروسية تقدر كمان تشترك في القنوات تبعنا هنا عن طريق هذا الروابط هنا راح يكون كمان في جوائز في القنوات اللي هي البرتغالية والروسية طيب جماعة هذا كان كل شيء عند اليوم أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم في الفيديو القادم